الورقة البيضاء والتي صوت عليها مجلس الوزراء أنا طلعت عليها تقريبا قريتها كلها هي ورقة جيدة جدا وفيها إصلاحات واسعة جدا ولكن هذه الورقة لا يستطيع السيد الكاظمي أن يعمل بها خلال فترة المحدودة التي تبقى لها سنة أو أقل السنة إذا ما جرت الانتخابات في الموعد الذي حدده السيد الكاظمي وحكومة السيد الكاظمي هذه الورقة تعتبر إصلاحات للحكومات القادمة وهي حقيقة هي ممكن أن تكون خارطة طريق لوضع القطار على السكة الصحيحة للوضع الاقتصادي والوضع المالي ومواضيع مهمة في العراق ممكن أن تكون خارطة طريق مستقبلية لهذا الأمر أما لهذه الحكومة الحالية الموجودة ولهذه العلاقة وأقولها ولهذه العلاقة بين السيد الكاظمي والقوى السياسية الموجودة فلن يستطيع السيد الكاظمي أن يعمل بهذه الورقة ولا يستطيع إنجازها سيد الكاظمي والقوى السيد الكاظمي والقوى السيد الكاظمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر